من القاهرة ينضم إلي مراسل العربي أحمد حسين تحياتي أحمد إذا انتهت هذه الجولة وسائل الإعلام مصرية أحمد تتحدث عن تاريخ حدد لعودة وفد حماس للقاهرة لاستكمال المفاوضات وهو الثلاثة هل هناك أي تأكيد رسمي حول هذا التاريخ المذكور؟ نعم ديمة بالنسبة لتاريخ عودة وفد حركة حماس للتفاوض فمصدر مصري أكد لنا أنه تم الاتفاق مع وفد الحركة على بحث المقترحات والتعديلات التي تم تناقش بشأنها خلال يومين من المفاوضات هنا في القاهرة والعودة يوم الثلاثة لاستكمال هذه المفاوضات وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة وأيضا كما علمنا أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرن سيغادر أيضا إلى الدوحة للقاء رئيس الجزراء ووزير الخارجية القطري وسيبقى في المنطقة وربما يعود أيضا إلى القاهرة يوم الثلاثة أو الأربعاء سيبقى في منطقة الشرق الأوسط حتى نجاح هذه المفاوضات أو انتهائها بالفشل إذا لم تتفق الأطراف المتفاوضة علمنا أيضا بما من مصادر مصرية بأن النقطة الأساسية في ملف المفاوضات التي لا تزال علقة هي الضمانات التي تؤكد وتصر وتطلبها حركة حماس وهي مسألة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهو ما ظهر حتى مبكرا قبل مغادرة وفد الحركة من خلال البيانة التي صدر من مكتب رئيس المكتب السياسي الحركة سيد إسماعيل هنية وكل التأكدات من قيادات الحركة بأن هذا المطلب لم يتم تنازل عنه في الوقت الحالي الضمانات أو الأطرحات التي يجب التفاوض بشأنها هي تقديم ضمانات أمريكية للمفاوضين وأيضا لحركة حماس بفترة محددة من وقف العدوان ربما تكون ستة أشهر على أن يتم التفاوض خلال هذه الفترة على الوقف الدائم لإطلاق النار وهو المطلب الذي يحاول الوسطاء الوصول إلى توافق فيها المصادر المصرية أيضا أكدت لنا أن معظم تفاصيل الاتفاق أو البنود الرئيسية في الاتفاق تم إخراز تقدم إيجابي بشأنها خلال يومي التفاوض وتم التوافق على عدد كبير من هذه الأمور هناك أيضا نقطة عالقة علمنا بشأنها هي مسألة أو متجد جديد دخل على الساحة هو ضمانات طلبت حركة حماس أن تقدم إليها بتعهد أو ضمان عدم الاجتياحة الإسرائيلي لمدينة رفح بعد انتهاء جولات التفاوض أو بعد مرحل الاتفاق وهي نقطة أخرى سيجري الحديث بشأنها خلال الأيام القادمة المطاوضون المصريون يضغطون بقوة على الأطراف لإنجاح هذه الجولة من التفاوض مصر تعتقد أن هذه الجولة من التفاوض ربما تكون الطريقة الأخيرة أو الفرصة الأخيرة لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح وهو ما سيحدث أزمة أخرى سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي وحقا على المستوى الأمني مع مصر نظرا لك وعلى الداعيات التي ستنجم عن هذا الاجتياح والتي ترفضها مصر منذ البداية على كل هذه الجولة من المفاوضات وطالت واستمرت عبر جولات متعددة خلال الشهور الماضية إلا أن المفاوضين المصريين كما علمنا من مصدرنا يبقون على أمالهم بنجاح هذه الفرصة من التفاوض وإتمام الاتفاق بمرحله بشكل عام شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات عبر الهاتف من القاهرة مرسل عربي أحمد حسين